يعني التعليقات كلها بتقول مفيش مفرع كله بيحب الحاجات المصابقة كلناس عارف أضراره بقى أنا بقول لك قلت لك الوعي دلوقتي خلت الناس عارفة الضرر بس للأسف إن الناس مش عارفة تؤخروا من مشكلة الإدمان السكر وحب السكريات بأشكالها المختلفة بقى لأن أنت عندك السكر في كل حاجة دلوقتي في المخبوزات، في العيش، في الحلويات، في المنتجات المعلبة فالسكر حواليك في كل حاجة لأنه زي ما قلت لك مرتبط بالسعادة فأنت بتاكل حاجة بتحس إنك مبسوط فبترجع تطلبها تاني وترجع تكلها تاني وفي نفس الوقت بتمدي الجسم الطاقة لحظية فأنت كل اللي عايزه بيحصل في وقت معايد لكن بعد كده هي الناس ما بتدركش ده اللي الناس دلوقتي بتفكر فيه ويعرفة إن السكر ليه ضرر بس هي الناس مستوعبة إن السكر مريض سكر يبقى مريض سكر من نوع الثاني لا المضاعمة بشيش كده كل دي حاجات تحليل دهون السلسية تحليل دهون السلسية دايماً علاقته بالكربوهدريتس اللي هي من ضمنها السكريات الناس ما تعرفش القصة دي دهون سلسية فأنا باكل دهون لا أنت سيادتك بتعقف النشويات وبتعقف الكربوهدريتس وتعقف السكر هي دي القصة دي أمراض كبيرة على فكرة يعني السكر ده ممكن يبقى سبب لأمراض القلب مش شرط يبقى مباشرة إنك بتاكل سكر فأنت بالتالي هتبقى عندك مشاكل في القلب ولا لا لا السكر يحصل بعد كده تركم للدهون في جدران الشرايين يحصل مشاكل للقلب ضغطك يعلى مرة واحدة يحصل نزيف داخلي أو أي حاجة الموضوع بدأ بمعلاقة سكر انتهى بمشاكل قلب شارسة هي دي الفكرة لو جسمك بيسعفك وانت لسه شباب فهو مش يسعفك قدام ودلوقتي التحديات اللي بتقابل الجسم مش زي زمان دلوقتي الأمراض بقت كتيرة جداً في كل حتة والتلوث بقى في كل حتة فطبيعي إن الجسم لازم يبقى عنده سلاح قوي يقدر يدافع فأنت كمان بتديله سكر وتديله مشاكل تقاوم القصة دي كلها دي بتبقى مصيبة كبيرة